بدأت وقف مع أستيشارل جبور. صباح الخير أستيشارل. صباح الأخير لألك زميلة جوزيفين. ومن حي الرئيس ومن صباحكم بالخير. صوت صباحا. أهلا وسهلا فيك. أستيشارل شفتك منفعل بارح على تويتر. منفعل. تعتبر أنه الاعتراض على ما قامت به بين مزدوجين. ما يعتبرون أنها قامت به القوات اللبنانية في الطيونة وعين الرمانة. أنه تطاول على القوات اللبنانية. بالفعل. أول شيء رناكي اليوم. ومن حي المقالية التي كتبتها. أثنين. الانفعال هو نتيجة طبيعية للظلم. أنت لما تشوفي أنه في ظلم. تنفع لي. أنه تصوري أنه كل الوقائع مصبتة من الفيديوهات للتعبئة السياسية. للوقائع التي حصلت على أرض الواقع. للدعوة للتظاهرة. لكيفية الدخول إلى شارع الفرار. بعين الرمانة في الشبك. كل الوقائع تأكد أنه في طرف سياسي. عن صادق تصور وتصميم. يفتعل يالي يفتعله. يجي حملك إيها. أنت أول شيء حملها بالسياسة. لك أربعة شهر لا لديك شيء تعمله. إلا تطلع تخبر الناس أن هذا القاضي صهيوني أمريكي إمبريالي. يجب أن يسياده وسقاطه. بس هناك ضحايا سقطوا يا سيشارل. لماذا بدأت أطعك بس عند هذه النقطة؟. هناك ضحايا سقطوا. والضحايا الذين سقطوا هم من لون سياسي معين. ليسوا قوات. الضحايا الذين سقطوا هم من لون السياسي الآخر. لا دخل. أول شيء قبل أن تصل الزميلة جوزافين للضحايا التي سقطوا من أي جهة. سقطين علما أنه هناك أيضا جرحة من الفئة الأخرى. أنه مطلوب أن يكون في 66 مكرر بكل شيء في كل بلد. أنه بالآخر أن نحط الأمور بإطارة. إن كان بإطارة السياسية أو كان بإطارة الميدانية. على نستوى السياسي ما أعتقد أنه في حدا من لبنان ما شاهد أنه سيد حسن مصر الله منذ أربعة أشهر إلى اليوم. يقوم بتحريض ممنهج ومبرمج من أجل إسقاط المحكمة اللبنانية المتعلقة بانفجار مرفق بيروت. وعندما رأى أن تهديداته لم تأخذ في الاعتبار. أوفد ممثل الأمن وفي أصفها. إلى قلق قصر العدل تصوري أن حزب الله ما طلع باله أنه ينفي أنه هددوا بالقبع. واخلصنا منها يعطى المشسوسة ودعا إلى تظاهرة. في أكثر من هالوقائع السياسية كلها ودعا إلى تظاهرة عارف حاسسية المنطقة الدعا إلى إلا والوجه الموجود فيه. بتروح إلى الشكل الميداني. كده الفيديوهات فرجل. هذه التظاهرة كيف فاتت؟ وكيف الطريقة الفرعية هي اللي سلكتها؟ وفاتت على شارع والطريقة الفاتت فيها؟ طيب بس كلهم هولي إذا بدي سلم معك جدل فيهم. كلهم هولي هل يبررون القنص؟ لا خليني خليني كافيلي. فضل. أوفوه. فاتوا على هذا الشارع. بعربشين على السيارات. عم بيكسروا مداخل المنازل ومداخل الأبنية الموجودة. فاتين بشكل مثل كأنك أنت راح على شي غزل. وبلشوا بإطلاق صوت أربع جرحة. ونتيجة هذا صار فيه تدافع وبدأ يطلق النار. يعني عمليا أنت ضروري يكون فيه تحقيق بهذا الموضوع. بس أنت ما فيك تروحي تستخلصي نتيجة للي صار. إلا أنت لاقا من التحريض الذي رافق كل هذه المسألة كل هذه الفترة. يعني مش أهالي عين الرماني نزلوا على حر تحريك. في ناس هي فاتت. بس فيه قنص يا أستاذ شارل. فيه قنص. فيه قناصين. كانوا موجودين ومحضرين على أسطح الأبنية. وكانوا يترصدون المرة. يعني إذا بدي سلم معك جدل بكل ما سبق. أنه فاتوا على عين الرماني استفزوا الناس إلى آخره استفزوا أهالي الضحايا عبر رفض التحقيق كحزب الله. اللي بدك يا أعمال القنص ما شو اللي بيبرر وجود قناصين على أسطح الأبنية. أولا القناص اللي انكشف وقناص يبدو قريب من الحزب أو من الحزب وتم تهريبه. وكلك أيضا الفيديوهات فرجت القناصين اللي تم تهريبهم بسيارة جيب مفاية من شروكي لحزب الله. اللي خلينا نشوف تحياتهم ما توسط. بس ولكن أنا عم نحكي بأمور. عم نحكي بأمور أنا ما نعرف حيثياتها الواقعية. فلننتظر نتائج التحقيق. بس ولكن علينا أن نأخذ أيضا في الاعتبار كل هذا المسال. أنت ما فيك تروحي على محل تعملي اشتباك سياسي واشتباك ميداني. وتعملي كل هذا التحريض وتحضر الناس وتفوتي تعملي غزوة. وبالآخر تقولي أنه صار في علي أنص. بالآخر أنه أنت شو كنت عم تعمل كل هذا الوقت؟ يعني إذا أنت فريق سياسي تدعي أنه أنت فريق عندك حكمي. وهو طبعا ما عنده حكمي ما عنده شيء. يعني أنت بتروحي تعملي كلها. بأنت بالآخر مسؤولي. يعني التجريم هو التجريم لهذا الفريق. الذي يصور وتصميم. إذن ما تقوله أنه لا يمكن لهذه الجماعة أن تقوم ما قامت به. ولا تتوقع رد فعل مسلح. لأنه رد فعل طبيعي. طبيعي مسلح أصدقك. أنا زميل الجوزيفين. أنا أفترض أنت قاعد بحي بشارع سكني. شارع سكني عادي. شارع سكني فيه يمكن فيه ألفين زلمين. طب أنه شافوا أنه الناس هجمي عليهم أن هذا الشكل. تكسير وقواس. شفتون كيف هجمين. يعني أنه الناس خافت على أولادها. خافت على ممتلكاتها. خافت على حالها. إنه بالآخر مفهومت. مفهوم. مفهوم. وبالتالي حضرتك تتبنى. مفهوم وجهة النظر. وبالتالي حضرتك تتبنى. عم تقول أنه فعلا فيه مقاتلين من القوات اللبنانية ردوا. ردوا أو بلشوا. ما بعلم. أنا لا أقول إطلاقا من القوات اللبنانية. أبدا. أنا ما أجب سيرك القوات. مين؟ أنا عم بحكي بشكل واضح تماما عن الأهالي. هذه منطقة مقاومة. هذه منطقة عندها شهداء. هذه منطقة فيها مقاومين. ينتمون إلى القوات. ينتمون إلى الكتائب. منظمين. إلى كل التنظيمات. منظمين صح؟ هم منظمين. قواتيين منظمين. أستاذ شاء. قواتيين منظمين. صح؟ لا لا. دعني أقول أول شيء. هذه الناس الموجودة هناك. خافت على حالة عملت ردة فعل. نحن نحن نحاسب. القوة أو الشخص أو الناس أو الأهالي أو الأفراد. التي عملوا ردة فعل طبيعي على هجم من هذا النوع. ومع من حاسب الفريق المهاجر له لأنه نزل ضحايا من هذا الفريق وما نزل ضحايا من هذا الفريق نحن علينا النظر بأي مسألة انطلاقا من من هو المسبب المسبب هو مصدوج يلي حرّت خلال أربعة شهر يلي دعا لهذه التظاهرة ويلي دخل عنوة إلى هذا الشارع ويلي خوف الأهالي استشار استشار بس هنا أنا أعطيك المثل عن المظاهر اللي كان فيه تنظيم يعني منظمين فيه ناس ما كانوا من المنطقة فيه مقاتلين بالقوات ما كانوا من عين الرمانة فيه شباب كانوا من خارج عين الرمانة اليوم فيه كلام أنا عم بسألك فيه كلام أنه فيه ناس كانوا من مناطق أخرى نزلوا على عين الرمانة قبل بنهار تمركزوا قبل بـ 24 ساعة تم تحضيرهم قبل بـ 24 ساعة لهكذا سيناريو صح ولا لا؟ أنا المنطقة اللي قاعد فيها أنا قاعد ساكن فيها بس أنا بنتمي لمنطقة تانية إذا أريد أن أحكي وفق الهوية اللي أنا طالع عنها فيه كتير رئيس أكيد وجهور يكونوا هني معهم تذكروا من عين الرمانة أنه نقولي لعين الرمانة أنه عين الرمانة بتضم ناس موجودين من بيروت ومن الجبل ومن الشمال ومن الجنوب ومن البقعة وبالتالي أزامر طبيعي يكون فيه موجود للناس بس أنه نحن ما ناخد بعين الاعتبار أنه الشيء اللي صار صار محضر ما فيك أنه أنت عم تقولي عن ردة فعل كبير لماذا ما نحكي عن فعل في فعل حصل وهذا الفعل اللي حصل والصوجة بردة فعل عفوية من الأهل لانطلاقة من شعورهم بخطر وجودي على حياتهم وعلى وجودهم وعلى ممتلكاتهم وعلى أطفالهم وبالتالي هذا اللي صار لذلك على التحقيق أن يكشف كل الملابسات هذه المسألة بكل تفاصيل طبعا نحن لا ننتظر من حزب الله أن يوافق على أي تحقيق لأن حزب الله الذي رفض المحكم الدولي ورفض المحكم اللبناني وهو لا يخضع لأي قانون وهو فوق الدستور وفوق المحاسبة وفوق المساءل انطلاقا من سلاحه بس ولكن نحن كمعنينين بمشروع وبناء الدولي في لبنان يجب أن يحصل التحقيق شفاف ويوضح كل هذه الملابسات وتحديدا أنه فيه فعل وهذا الأساس وهذا الأخطر وفيه رد فعل رد فعل راح من الأهالين انطلاقا من خوفهم على حالهم لما شاهدوا هذه المجموعة فايت يعمل أوس عليهم نعم بعد عندي سؤال اليوم من أطلق الرصاصة الأولى هلأ مني متوقع منك تقول لي لأنه هذا طبعا التحقيق هو اللي بيقول بس اليوم فيه مريم فرحات مثلا وعلي إبراهيم يلي مريم فرحات ماتت ببيته وعلي إبراهيم مات هو وعن بيوصل دليفري والناس ما كانوا مشاركين تعرضوا للقنص ولم يكونوا مشاركين في أي تظاهر بشكل فيك نعم نحكي عن أنص شفنا كلنا بالفيديوهات بأربجيات يعني هؤلاء ناس جيد بأربجيات وكلاشينات وعن يصطفوا بالجيش اللبناني شفناهم كيف عم يدفشوا الجيش أنت عم تصوريا شو هالمزهر المزل يعني أنا كمواطن ببناني عم شوف مواطن آخر عم يدفش الجيش وواجه الجيش وحامل أربجيات بنص بيروت ما ما عاون بلول والوضع عظيم استيشار استيشار يونس في توجه يبدو مجموعة منظمة بهذا الشكل ومسلحة بهذا الشكل وتحمل السلاح والأربجيات وتدخل إلى منطقة مسالمة وآمنة وجين بعد كل هذا عم نقول أنه شو مطلوب شو ما فهم شو مطلوب يمكن كان المطلوب من الأهال لزمين الجزفين يحطوا الرايات البيضاء على الملكين طيب يبسطوا هالشباب شو مطلوب لا بس المشكل بدأ بالقنص يا استيشار هذا هو المشكل المشكل المسلح الاشتباك المسلح بدأ بالقنص هذا التحيق بفرجية ما بدأ بالقنص بدأ من خلال إطلاق الرصاص لهذه المجموعات اللي فاتوا على هذا الشارع بعد عندي سؤال اليوم في توجه يبدو إلى رفع دعوة على رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجة وعلى القوات اللبنانية بارتكاب مجزرة وأن يذهب حزب الله فعلا إلى القضاء من أجل محاكمة القوات اللبنانية بهذه الجريمة وأن يضع القوات اللبنانية مجددا بدائرة الاتهام بالقتل اللي فهمت أيضا أنه في أهالي أهالي عن الرماني يلي ضررت منازلهم بممتلكاتهم وشعروا بالخوف على حياتهم وعلى وجودهم أيضا يتقدموا بدعوة من بدءا من السيد حصر نصر الله يلي هو كان مسؤول عن كل ما حصل نتيجة الشحن والتعبئة يلي مارسهم على مدى أربعة أشهر من أجل إسقاط العدالي في لبنان وصولا إلى قيادتها حركة أمل وحزب الله اللي هم مسؤولين مقابل الأهالي في أهالي ضررت وفي منازل ضررت وفي أطفال وفي أطفال زعر يكون فيه أيضا دعوة وشكوى مقابلة نحضرها الأهالي في هذا الاتشاهل نعم إذن دعوة مقابل دعوة هي كم طول طبيعي أن هذه الأهالي التي كلمت منتلكاتها ضررت لأنه في مجموعة قررت هي تفوت تخضع هذه الناس عن صابق تصور وتصميم غير الشرعي لذلك علينا أن نخضع جميع البجنانيين وأن نخير بين خيالين يأما تخضعوا لإلنا وتكونوا أهل ظنة عننا يأما أنتم خوانا وعملي وعملي وإسرائيليين وبالتالي نحن نحلل دمكم خلاص لنهاية تحليل دم الناس في هذا الشكل مقبوش مقبوض شكرا لأيلك سيد شارل جابور على هذه المداخلة أهلا وسهلا فيك شكرا